نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار والعملة بمعبد بوتو بطل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ نجحت في الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد من جانبه ثمن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار محمد إسماعيل خالد جهودة ونجاح البعثة المصرية الأثرية في إزاحة السيطار عن هذا الكشف الأثري الهام الذي يؤكد براعة ومهارة المصرية القديم في علوم الفلك منذ أقدم العصور وكيفية تحديد التقويم الشمسي وموعيد الشعائر الدينية والرسمية